هل فكرت يوما فيما هو مخفي في الانهار والبحيرات التي تمر يوميا عليها اثناء ذهابك الى العمل او الدراسة وحتى اننا لا نستطيع ان نتخيل ماذا يخفي عنا قاع هذه الانهار حسنا ربما اصبح من المثير الاهتمام التفكير بهذا خاصة بعد ما سنعرضه عليكم الان قناة سانت مارتين في باريس تم حفرها بامر من الامبراطور نابليون في القرن التاسع عشر والان هي وجهة سياحية كبيرة في قلب العاصمة الفرنسية باريس وبالرغم من شعبية منطقة سانت مارتين كمنطقة هادئة ومرموقة الا ان الوضع بدأ يتغير تدريجيا وبدأت المياه تصبح اكثر قذارة يوما بعد يوم واصبح السير بجوار القناة مستحيلا بسبب الرائحة الكريهة للمياه ولا عجب ففي اخر مرة لتنظيف القناة في عام 2001 اخرجت السلطات اربعين الف طن من القمامة من القناة لذا قررت السلطات الفرنسية يعادة الكرة مرة اخرى وقامت بتنظيف القناة بتكلفة قدرها احد عشر مليون دولار ونصف المليون دولار وكان لابد من تجفيف القناة الامر الذي استغرق ثلاثة اشهر لتفريغ هذه الكمية من المياه بالاضافة الى نقل اربعة اطنان ونصف الطن من الاسماك في ثلاثة ايام الى مياه نظيفة ولكن عند التخلص من المياه اكتشفت السلطات كمية هائلة من القمامة في قاع القناة هواتف وعدد كبير من الاقفال والمفاتيح بالاضافة الى كمية كبيرة من المركبات المختلفة مثل الدراجات الهوائية والدراجات النارية الحديثة والقديمة بدرجة غريبة وملفتة للنظر وبينما حصلت باريس على كنز من القمامة في قاع قناتها اكتشفت الصين كنزا اسطوريا كان محل شك لفترة طويلة من الزمن اثناء فحص حفريات عادية انتشلت من قاع نهر مينيان في مقاطعة سيتشوان عثر على عشرة الاف قطعة مصنوعة من الذهب والفترة ووفقا للأسطورة فانه في عام 1646 قام قائد المتمردين جان سيان جون بنقل حوالي الف عملة نقدية والعديد من الاشياء التي غنمها في الحرب على سفينة لكن السفينة غرقت في النهر وبالاضافة الى الاشياء الذهابية والفضية والبرونزية عثر العلماء على سيوف وسكاكين واشياء ثامينة اخرى كثيرة ومن اجل الوصول الى الكنز اضطرت السلطة الى تصريف المياه من الخزان واعادة ضخها مرة اخرى على طبقات والعمل على مدار الساعة لكن الكنز كان يستحق كل هذا العناء وفي روسيا في ياكترينبورغ قررت السلطة تنظيف احدى البرك المحلية ونتيجة لذلك فوج الجميع باطنان من القمامة في قاع البركة من جميع انواع القمامة البلاستيكية والالاف من الزجاجات الفارغة واشياء معدنية كثيرة جدا مثل السكاكين والالات الحادة المعدنية وغيرها وحتى العديد من الدرجات الهوائية والصغيرة والكبيرة وعربات التسوق واتضح من كل ما سبق ان الانسان يعبث بطريقة خطيرة مع الطبيعة من خلال مخلفاته التي امتلأت بها الارض والماء والسماء فهل يتوقف البشر عن هذا قبل فوات الاوان؟ نشكركم للمشاهدة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك والتعليق ويمكنكم ايضا مشاهدة هذه الفيديوهات اشتركوا في القناة